اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تأتي هذه التصريحات بعد احتدام الاشتباك بين طرفين نزاع خلال الايام الماضية واعلان حكومة الوفاق المدعومة تركيا السيطرة على مناطق عديدة في محيط العاصمة طرابلس قال الرئيس الفرنسي منويل ماكرون خلال قمة طارية لزعماء دول الاتحاد الاوروبي ان ترك جزء من اوروبا سيؤدي الى سقوطها كلها واكد مكرون على ضرورة المضي قدو منوى بشكل قوي في تنتين السيادة الاوروبية بعد فيروس كورونا تاتيقوال الرئيس الفرنسي في ختام القمة الاوروبية لعداد خطة لتعافي الاقتصاد بعد ازمة كورونا اعلن الجيش الاسرائيلي والمساد عن عزمهما الخروج من غرفة العمليات القومية بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا وقام المساد باحضار اجهزة تنفس ومعدات طبية من دول مختلفة في العالم وذكرت مصادر اسرائيلية دولا عربية خالجية ساهمت في ارسال تلك المعدات وكان مسؤول اسرائيلي قد كشف في وقت سابق ان المساد استخدم اساليب وطرق غير مألوفة للوصول الى حجم هائل من المعدات الطبية التي طلبتها وزارة الصحة لمواجهة الفيروس وقال الضابط ان المساد يلجأ في بعض الاحيان للسرقة نهاية الموجز الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر